السلام عليكم أساطير HD Action وبيبدأ فيلمنا مع المحقق فيكرام اللي بيفضل يطارد ناس لحد ما بيوصل لقفص مش قادر يدخله وبيفضل يتوسلهم يسيبوا حبيبته لكنهم بيحرقوها قدام عينيه ومن وقتها وفيكرام مش عارف يمارس حياته ولا شغله بشكل طبيعي خصوصا انه بتجيله نوبات زعر وبتخليه يغمى عليه علشان كده الطبيبة النفسية بتاعته بتنصحه يرتاح شوية من شغله ده لانه بسبب الضغط ممكن تجيله سكتة دماغية ويموت ومع ذلك فيكرام مش بيهتمه بيروح تاني يوم لمسرح جريمة جديد وبيتقابل مع المساعب بتاعه وصديقه روهات وكمان بيبقى موجود الظابط التاني اللي بيغير من فيكرام بسبب نجاحه واسمه أكشاي وطبعا مدير الشرطة لما بيعرف ان فيكرام وصل بيخليه هو اللي يمسك القضية والتحقيق وبزكاء شديد بينجح فيكرام انه يحدد المكان اللي فيه الضحية المقتولة بس أول ما فيكرام بيشوف الجثة بيبدأ يتعب وهو بيفتكر حبيبته اللي اتحرقت قدام عينيه ولما بيركب مع روهات العربية بيعرفه ان الاعشاب اللي شافها دي ما بتطلعش جنب بعضها وعلشان كده خمن المكان اللي شاف فيه الاعشاب جنب بعضها لان ده معناه ان فيه حد حفر هنا وفي الاسم المختص بالأدلة والجرائم اللي بيشتغل فيه فيكرام بتوصل صديقته وحبيبته الجديدة نيها وبتاخده علشان يمشوا وبيبقى عاوز روهات ييجي معاهم لكن بيبقى مستعجل انه يروح لانه لسه متجوز جديد من حب حياته سابنة المهم فيكرام بيخرج معنيها لوحدهم وبتبقى شايفة انه مش بياثق فيها علشان ما حكاش اي حاجة عن ماضيه فبيعرفها فيكرام انه ما عندوش الشجاعة يتكلم عن زمان لكن بيوعدها انه لما يقدر هتكون هي اول واحدة تعرف وبيحب فيكرام حب نيها الكبير ليه وبيقضوا وقت جميل وسعيد جدا مع بعض لكن نيها بتبقى قلقان عليه بسبب الضغط اللي بيسببوا الشغل بتاعه وبتجمع روهات وسبنة علشان يأثروا عليه ويخلوه يرتاح شوية من الشغل ورغم رفض فيكرام وانه بيتخانق معاهم كمان الا انه بيوافق ياخد اجازة يقعد فيها الواحد وبعيد عن الكل وبعدها يبقى يرجع الشغل من تاني مدير فيكرام اول ما بيقرأ طلب الاجازة بيستغرب لان فيكرام عمره ما بياخد اجازة من الشغل وعلشان كده بيوافق فورا على الاجازة بس لما بيأكد له فيكرام انه هيبقى معاهم على تليفون لو حصل حاجة وعلى الناحية التانية من نفس المدينة بتبقى في بنت جميلة اسمها بريتي بيجي لها مكالمة معاكسة وبتتدايق وبتقفل السكة وبتنزل علشان تروح مشوارها لكن في الطريق عربيتها بتتعطل وما بيكونش عارفة تتصرف ازاي وهنا بيبقى في واحد من الشرطة اسمه ابراهيم معدي وشافها فوقف يساعدها لكن بريتي بتقلق منه وبتعرفه انها هتكلم ابوها ييجي يوصلها وبترفض انها تركب معاه فبيديها ابراهيم تليفونه علشان تكلم ابوها لان تليفونها متعطل وبالفعل بتكلم ابوها ويأكد لها انه جاي فبيمشي ابراهيم ولما بيروح علشان يوصل الملف المطلوب منه بيكتشف ان في خطأ وبيضطر انه يرجع من نفس الطريق تاني وقتها بيشوف عربية زرقى واقفة مع بريتي وبيفهم ان ابوها خلاص جاء علشان يوصلها فبيرجع القسم عادي يجيب الملف ولما رجع للطريق شاف الاب واقف بيدور على بنته فبينزل ابراهيم وبيعرفه اللي حصل من شوية والعربية زرقى اللي شافها لكن الاب بيأكد له انه لسه جاي ومش لاقي بنته ولا رجعت البيت وبيلوم على ابراهيم رغم انه عرض المساعدة على بريتي وهي اللي رفضت وعلشان كده بيروح القسم يقدم بلغ باختفاقها وبيعامل ابراهيم بشكل مش كويس لانه شاب بنته مخدش باله منها فبيروح ابراهيم يشوف كاميرات المرأبة بتاعة الحدود والغريب انه مش بيشوف العربية الزرقى اللي شافها وقفة مع بريتي نهائي وهنا المدير بيجي وبيزعى مع ابراهيم وبيوقفوا عن العمل لانه رفض يعتذر لاب بريتي صديقه وبيوعد المدير ابو بريتي انه هيتولى الموضوع بنفسه لحد ما يوصلوا لبنته وبيعد شهرين وبتيجي مكلمة لفيكرام انه نيها اختفت وبيشلقينها فيكرام بيتصدم وفورا بيقطع اجازته وبيروح للمدير علشان يتولى القضية لكن المدير بيفجأ انه سلم القضية خلاص لأكشاي يحقق فيها وده لان اكشاي شاكك اصلا في فيكرام وده لانه تخانق معها قبل الاجازة وكمان رنت عليه كتير وهو ما كانش بيرد عليها فبيروح فيكرام يقابل رهيت لانه هو الوحيد اللي هيساعده من غير محد يعرف وبيدخل فيكرام بيت نيها وبمجرد دخوله بيشم ريحة عطر قوية جدا لكنها مش بتاعت نيها فبيحاول يدور على اي دليل في البيت يوصلوا لها لكن بلا جدوى فبيروح تاني يوم القسم وبيعرف رهيت بموضوع العطر وبيطلب منه يجيب له سجل مكالمات نيها قبل ما تختفي وبيأنب نفسه انه ما كانش بيرد عليها طول الفترة اللي فاتت واكيد كانت محتجاله وبيفضل فيكرام يبحث لحد ما بيعرف بقضية بريتي اللي اختفت في نفس توقيت اختفاء نيها وكمان نيها كانت بتحقق في موضوع اختفاء بريتي بكل الطرق فبيقرر فيكرام يدور وراء قضية بريتي يمكن يوصل لحاجة وبيروح يطلب من المدير يسلموا القضية علشان يبدأ التحقيق بشكل مكسف والمدير بيوافق وعلى طول بيطلب من رهيت يجمع له عينات الحمض النووي من افراد عيلة بريتي كلهم والتاني يوم بيروح يزور ابراهيم علشان يتكلم معه شوية واسناء طريقهم للبيت بيطلب ابراهيم انهم يقفوا عند الميكانيك بتاعه فهد لان الموتسكل بتاعه هناك وبياخدوا الموتسكل وبيروحوا البيت ابراهيم وبيحكي له ابراهيم كل اللي يعرفه وشافه يوم اختفاء بريتي وموضوع العربية الزرقة كمان فيكرام بيفتش في بيته على امل انه يلاقي دليل اوريحة العطر اللي شمه في بيت نيها لكن مش بيلاقي حاجة وبيطلب من رهيت يدور وراء ابراهيم لانه مشتبه فيه وكمان اما اكشايفة بسبب كره الفكرام بيتهموا انه ليه يد في اختفاء نيها وبيطرده من المكتب وبيرفض التعاون معاه فبيروح فيكرام على الحدود وبيطلب من رهيت يجمع له كل السوائين اللي بيعدوا من هنا ويسألهم عن العربية الزرقة وبيتجه بعدها البيت بريتي علشان يتكلم مع امها وابوها وهنا بيتفاجئ ان بريتي يتيمة وجاية من ملجأ معين وهم اتبنوها واعتبروها بنتهم فبيروح الملجأ ده وبيعرف ان بريتي كانت طيبة جدا وكل فترة بتبعت فلوس للملجأ كمان علشان تساعد الاطفال الايتام اللي فيه والان فيكرام بيروح لكل اللي كان يعرفه بريتي بيروح لصديقتها المقربة شيلا واللي بتبقى مطلقة وعندها ولد بس عايش مع جوزها وحياتها كئيبة وبيشك فيكرام فيها رغم كلامها انها ما تعرفش حاجة عن بريتي من قبل اختفاءها بكام يوم وبيبدأ التحقيق يتوسع بشكل كبير جدا لحد ما بيوصل للجامعة اللي كانت فيها بريتي وكمان حبابها الشاب جاي اللي بيأكد انهم كانوا اصدقاء فقط لا غير ومحدش منهم بيبقى معا عربية زرقة بالمواصفات اللي قال عليها ابراهيم فيكرام بيشك حتى في مدير الجامعة نفسه وبيحاول يوقعه في الكلام لكن بيتأكد انه ما يعرفش حاجة عن الموضوع وبياخد رهيت وبيمشي وبيفضل فيكرام يجمع عينات الحمض النووي من كل اللي يعرف بريتي علشان يوصل للحقيقة وفي الليل فيكرام بيطلب من رهيت يجيب سابن امراته ويقابلوه في مالها ليلي كانت بريتي بتروح عليه كتير وبيفضل فيكرام يتخيل حبيبته القديمة اللي اتحرقت واعصابه بتبقى متضمرة تماما بعدها بيروح على المالها وبيقابل رهيت وسبنة ولما بيبص على واحد من العاملين في المكان بيفهم انه كان متورط فقضية قبل كده ومغير شكله ولما بيواجه فيكرام بالموضوع الشاب بيخاف وبيزق فيكرام وبيطلع يجري فورا رهيت وفيكرام بياخدوا العربية وبيطلعوا يطردوه لحد ما الشاب بيوصل منطقة معينة وبينزل يجري على رجليه وبينبه الموجودين في المكان بالاشارة علشان يتفاجئ فيكرام بوجود شخصي كمان وبيحاول يهجم عليه لكن رهيت وفيكرام بيضربوا الاتنين بمنتهى السهولة وفيكرام بيكون عاوز الشاب يعترف على مكان بريتي ونيها لكنه بيتصدم ان الشاب ده اصلا شغال في المنوعات مش اكتر وده سبب جاريه منه فبيتصل على المختصين علشان يجوا يقبضوا عليه لانه مش من اختصاصه وبيقرر بعدها يخلي اهل بريتي يعملوا حفلة صلاة علشان يدعوا فيها ان بريتي ترجع وبيطلب من رهيت يعمل قيمة باسماء اللي مش هيحضره يمكن يكون الخاطف فيهم وبيفضل مرائب الكل لحد ما بتيجي شيلة تنده عليهم بسرعة وهنا بيلقوا ورقة مكتوبة بخط معين وبتبقى رسالة لفيكرام ان الجثة موجودة وراء المستودع فيكرام بيتصدم ومرعوب من فكرة انها تبقى جثة حبيبتونيها وقبل ما يوصل للمستودع بتجيله النوبة وبيقع على الارض مغمى عليه في الحال وبيفتكر حبيبته القديمة لما كانوا عايشين في سلام مع بعض وكانت دايما بتحس ان في حد مرائبها اول ما فيكرام يمشي لكن فيكرام لما بيسأل الحارس بيعرف ان ما فيش حاجة فمش بيدي الموضوع اهتمام وبيفكرها بتتخيل بسبب الادوية اللي بتاخدها وهنا بيفوق يلاقي نفسه في المستشفى وقدامه اكشاي عايز يستجوبه لكن المدير بيوصل وبيخلي فيكرام يمشي علشان يروح للمستودع يكمل القضية وبيقرر يبعد اكشاي عن القضية تماما ويوصل بيعرف من رهيت انهم بيدوروا بقالهم خمس ساعات بلا جدوى ولما بيعرف ان فيه اثار العربية بيطلب من رهيت ياخدها علشان يحللوها ويعرفوا عربية مين بالزب كمان بيحاول يحلل الخط المكتوب به الرسالة لكن الموضوع بيبقى صعب بسبب انه مكتوب بخط كبير ومميز فبيروح لشيلة لانها اول من لقى الرسالة وبلغ الباقي وهناك بياخد باله من صورة ابنها شيلة اللي رسماها فبيصورها وبيروح القسم يطلب من المحلل يبص على الخط ويقوله اذا كان نفس اللي مكتوب بالرسالة ولا لا لكن الموضوع بيبقى صعب لانها مجرد صورة مش الاصل وبيخمنه بشكل مبدأي ان فيه تشابه بين الخطين وفورا بيروح لبيت شيلة ومعاه امر تفتيش وبيقلب البيت كله بحسا عن الادلة وبيفتش عربيتها كمان لكن ما بيلاقيش حاجة خالص بس قبل ما يمشي بيلاحظ عربية متغطية وشيلة بتعرفه انها كانت عند الميكانيكي ولسه رجع وبيتصدم لما بيلاقي لونها ازرق وبيفتكر كلام ابراهيم طبعا بيفتشها وهنا بتبقى المفاجأة لما بيلاقي ورق بنفس خط الرسالة وبيفهم ان شيلة كانت بتتضرب عليه قبل ما تكتب لهم الرسالة فبيعتقلها في الحال وبيسألها عن نيها وبريتي لكنها ما بتبقاش عارفة مين نيها اصلا ساعتها بتحكيله شيلة انها كتبت الرسالة فعلا لكن ما تعرفش حاجة عن موضوع الخطف وعملت كده لانها مطلقة وعايزة تلفت الانتباه لها شوية طبعا فيكرام ما بيصدقهاش وبيؤمر الزباط يعزبوها علشان تعترف ولما بتفضل شيلة مصممة على رأيها بيقرر فيكرام يحطها على جهاز كشف الكتب ورغم ان اجابتها كانت تمام الا انها توطرت لما سألها عن نيها وبريتي لكن اختبار كشف الكتب بيأكد صدق شيلة وفيكرام برضو شاكك فيها وحاسس انها ممكن تكون الضرابة علشان تكتازل الاختبار ده علشان كده وبدون ما يرجع للمدير بتاعه وبيقرر يعمل لها اختبار عقاقير وبيدوها العقار فعلا وبيحاولوا يستجوبوها لكنها بتقاوم وفادئة وبدون مقدمات بتصرخ باسم نيها بيكرام بيتجنن وبيهجم عليها وعاوز يعرف مكانها وقتها رهيت بيهديه وبياخده وبيخرجه برا والمدير لما بيعرف اللي حصل بياخد بيكرام في المكتب يتخانق معاوز عقله لانه كان لازم ياخد اذنه قبل ما يعمل اختبار العقاقير ده وبيستدعو ابراهيم اللي بيشوف عربية شيلة الزرقة وبياكد ان مش هي اللي كانت وقفة مع بريتي ومختفاءها وهنا بتوصل مكالمة الروهيت بيعرف فيها انهم لقوا جثة مجهولة وراء المستودع بيكرام بيتصدم وبيبقى خايف ومرعوب انها تبقى جثة نيها بيكرام ما عندوش استعداد ابدا يخسر حبيبة تانية بعد اللي حصل مع زمان وبيفتكر حبيبته وهم بيخطفوها من البيت وهو مش موجود ولما راح علشان ينقذها حرقوها قدام عينيه وحرقوا قلبه عليها واول ما بيوصل للجثة اللي عند المستودع بيتصدم انها هيكل عظمي وبيطلب فورا تحليلها علشان يعرفه جثة مين وبيروح للشيلة يزعق معاها لانهم لقوا جثة في المكان اللي قالت عليه في الرسالة واكيد لها علاقة باللي حصل بعدها بتجيلوا مكالمة من رهيت بيعرف فيها ان الجثة تخص بريتي ولما بيحللوها بيلقوا حمض نووي يخص جي حبيب بريتي وبعد شوية بيلقوا حمض نووي خاص بابو بريتي والست بتاعة الملجأ كمان والغريب ان في حمض نووي تالت بس الشخص مجهول ما يعرفوش هو مين لسه فبيروح في كرام لمكان جي وبيهجموا عليه هو وصحبه وبيقلعوا في كرام هدومه وبيشوف خربيش في ظهره وبيحس انها من بريتي علشان كده بيعتقلوا هو وصحبه وفي الليل بيطلب في كرام ان سابنا مرات روحي تيجي وده لانه اكتشف انها كانت في نفس الملجأ مع بريتي لما كانوا صغيرين ولان في كرام مش بيفكر في العاطفة خلاص بيطلب تحليل الحمض النووي بتاع سابنا علشان يتأكد انها ملهاش دعوة بحاجة وبتعرفوا سابنا انها ما كانتش تعرف ان بريتي اللي بتكلموا عليها دي تبقى هي اللي كانت معاها في الملجأ والتاني يوم بيتيجي التقارير وبيتأكدوا ان سابنا ملهاش علاقة فعلا وقتها في كرام بينجح ان يشوف عربية نقل عدت في نفس معادي اختفاء بريتي ونيها من الحدود واللي ركبها شخص بدقن كسيفة لكن ملامحه مش بينه واسناء ما في كرام كان واقف يفكر بيشوف العسكري بيصلح عربية وهنا بيفتكر الميكانيكي فهد ده شبه الراجل اللي بيسوق العربية الضخمة بالزبط ونفس الدقن علشان كده بيتجه للورشة بتاعته بس بيعرف انه قافل بقاله كام يوم فبيروح لابراهيم وبيطلب منه بيتنيها وبيتأكد ان فهد هو الخاطف وهنا فهد بيظهر وبيضرب عليهم النار فبيطلع في كرام وابراهيم يجر وراه لحد ما بيدخل في كرام في قتال شرس مع فهد لكنه بيقدر يهرب منه وهنا البرق بيضرب الشجرة فبتولع وبينهر في كرام ولما ابراهيم بيحاول يطمن عليه بيتصدم بطلقة في قلب وبيقع ميت في الحال وبييجي فهد يخلص على في كرام هو كمان لكن بيظهر على اخر لحظة اكشاي اللي كان بيتتبع في كرام وبيضرب النار على فهده فورا بيعترف لهم فهد انه عمل كل ده باوامر من شخص معين وبيخدوه على البيت بتاعه واول ما بيدخل في كرام البيت بيتصدم ده صاحبه ومساعده رهيت اللي موجود رهيت ساعتها بيقوله انه مش هيعرفه الحقيقة وبيسحب مسدس فبيضطر في كرام يديله طلقة في دماغه وبتخلص عليه في الحال وبيطلع اكشاي فوق وبيتفاجئ انه نيها مربوطة فبيفكها وبينزلها البيكرام في الحال وقتها بيفهم في كرام ان سابنة هي السبب في كل ده وبيجيبها علشان يستجوبوها وقتها بتحكي سابنة ان هي وبريتي كانوا اصدقاء في المالجة وبتحبها جدا لكن لما جات عيلة اتبنت بريتي وسبيتها حسد بالحقد والزعل ولما كبرت شافت بريتي في المالجة الليلي وحاولت تتكلم معاها لكن بريتي ما كانتش مهتمة وده عصب سابنة اكتر لانها كانت بتحبها جدا ساعتها قررت تتفق مع فهدي اللي كان مزنوق في فلوس وخلته يعطى لعربية بريتي ويخطفها ولما حاولت سابنة تتكلم معاها اتخنقوا ساوى وقتلتها بدون قصد روهيت لما عرف الموضوع ما كانش قادر يعتقل مراته وحب حياته علشان كده قرر يحط حمض نووي لناس كتير مع الجسة ويدفنها في المكان اللي قالت علي شيلا اللي بتبحث عن لفت الانتباه وكل ده علشان يضلل صاحبه في كرام وما يوصلش لسابنة ونيها لما حاولت تفهم اللي بيحصل وقربت تكتشف الحقيقة خطفوها لحد ما يشوفه هيعمله ايه بعدها في كرام بيشوف ريسالة من صاحبه روهيت بيعترف فيها بكل حاجة وبيقوله كمان انه هيمسك مسدس علشان في كرام يخلص عليه لكن المسدس هيبقى فاضي لانه عمره ما يقدر يقزي في كرام بعدها في كرام بيبقى خارج من الملجأ معنيها وبيتفاجئ بقى النص بيحاول يخلص عليه لكن للأسف الفيلم بينتهي لحد هنا من غير ما نعرف مين الشخص ده وإيه سبب موت حبيبة في كرام القديمة لكن اشترك في القناة وفعل الجرس لانه لو نزل جزء جديد هتكون اول واحد يشوفه وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action